يوم ساخن بعد يوم آخر كان ساخنا أيضا ثلاثاء الأربعاء من بداية أكتوبر هذا يعتبر من بين الأسوأ على الكيان الصهيوني منذ فترة يبدو أنه واضح أن شهر أكتوبر بشع سيء هكذا ينظر إليه الإسرائيليون ويبدو أن هذا يتأكد سنتحدث في هذا الموضوع فيما يجري في لبنان في إيران في غزة في الهمجية الصهيونية في الدعم الغربي الذي عاد وكانه في بدايات الحرب وكاننا في بدايات الطفان وأيضا سنرى ما هو وكيف سيكون الرد الإسرائيلي على الإهانة الإيرانية لهم إيهانة الإيرانية لجات بعد إيهانات متعددة من الكيان الإسرائيلي لإيران وحلفاء إذن بداية لعلكم وأكيد أن الأغلبية منكم يتابع ويتابع ربما بكثير من القلق وأيضا بكثير أحيانا من التدبر لأن ما يحدث اليوم حقيقة ما يحدث اليوم هو مقدمة لأحداث هائلة على أبواب أن تشهدها المنطقة ويشهدها العالم نحن نعيش مرحلة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة وهذه المرحلة الاستثنائية فيها ما هو قادم من كوارث من مخاطر كارثية ومن فرص عظيمة في نفس الوقت نحن نعيش زمنا خاصا استثنائيا بكل المطيس من دلائل الهجوم الإيراني أمس على فلسطين المحتلة التي تسمى اليوم إسرائيل كان هجوما شاملا مس تقريبا كل المناطق في فلسطين المحتلة وحسب الإيرانيين فقد ضربوا مراكز حساسة بما فيها قواعد عسكرية جوية ثلاث قواعد عسكرية جوية وقالوا أنهم ضربوا أيضا المقر المركزي للموساد في تل أبيب وضربوا مراكز أخرى وقالوا بأنهم ركزوا على القواعد العسكرية وحاولوا الابتعاد عن المدنيين وقالوا بأن سواريخهم وصلت في حدود 90% منها ضربت داخل الكيان قالوا أيضا من أنهم أطلقوا حوالي 200 ساروخ من سبع مدن إيرانية وقالوا أنهم استخدموا سواريخ بما فيها سواريخ الفرد الصوتية أي تلك السواريخ الاستثنائية ذات السرعة الهائلة وبما فيها ساروخ يسمون فتاح وقالوا من أن هذا جاء ردا على اغتيال إسماعيل هنية وبعضهم أشار أو أضاف على اغتيال نصر الله كان كبار قادة الحرس الثوري في قمة النشوة والفرح عندما أظهرتهم الكاميرا بعد أن انطلقت السواريخ اللي حسب المصادر الأمريكية والإسرائيلية ردتها الأمريكا استخدمت ما لديها من قوات ومن بوارج حربية ومن قواعد عسكرية في المنطقة لرد عدد من هذه السواريخ إسرائيل أيضا قالت من أنها ردت حسب ما لديها من أنظمة أنظمة دفاع جوي عدد من هذه السواريخ وقالت وخرج نتنياهو ليقول إنه هجوم فاشل سبقه قادة البيت الأبيض على مختلف مستوياتهم خرجوا كلهم جميعا يقولون إن الهجوم الإيراني كان هجوما فاشلا وقالوا أنه لم يحقق أهدافه وكأنهم أرادوا تخفيف من الوقع الصدمة وأيضا وكأنهم أرادوا أن يخففوا من الرد الإسرائيلي لكن نتنياهو خرج وخرج بعض كبار مساعديه أو حتى خصومه ليقولوا بأن هذا الهجوم لن يمر وسنرد وسنرد بشدة الإسرائيليون اليوم يهددون بضرب ليس فقط مدن إيرانية وليس فقط الحرس الثوري وقواعد عسكرية داخل إيران إنما يهددون أيضا بضرب مراكز نووية إيرانية وبضرب مراكز بيترولية وغازية إيرانية وبتدمير ما كل ما يستطيعون تدميره هذه ما زالت تهديدات لكنها يبدو أنها تهديدات أكيد لديها أو ستكون لها تدعية وأكيد أن جزء منها سينفذ دعونا قبل أن ننظر فيما سينفذ حسب تقديراتنا حسب قراءاتنا حسب استنتاجاتنا وحسب ما يقال نرى قبل ذلك بعض الأحداث التي كانت اليوم لأن الأحداث لم تكن فقط الهجوم الإيراني قد كان هناك أيضا اشتباك ما بين حزب الله وقوة صهيونية متواغلة داخل لبنان تكبد فيها الصهاين ضربة شديدة لقوات خاصة هذه القوات الخاصة فقدت رسميا أعلنوا عن فقدان 15 جندي وضابط 8 قتلوا و7 جرحوا لكن الإعلام الإسرائيلي تحدث على أن المصابين بين قتل وجرح ما بين 35 و47 حسب المصادر الإعلامية وربما هذا هو الأصح كان هناك أيضا اشتباك مع المقاومة الفلسطينية في رفح أدت إلى مقتل وجرح عدد من الغزاة الصهاينة إذن كان يوماً أسوداً في الحقيقة بالنسبة للكيان واللي كان نتنياه ومن معاه كانوا قضوا أسبوعين في قمة الابتهاج والنشوة والغرور والعنجهية بعد أن كبدوا حزب الله ضربات شديدة البيبر الووكي توكي قطع قيادة الرضوان ثم قتل الأمين العام والقيادة أكبر قادة حزب الله وغيره اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر